أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نكمل مع حضراتكم في هاروت وماروت وقد تكلمنا عن القصة الصحيحة والآن نتكلم إن شاء الله عن غيرها أن هاروت وماروت ملائكة والملائكة حد فكر الآية يا أيها الناس قو أنفسكم وأهليكم إيها وقودها الناس ملها عليها ملائكة غل لا غلاز ولا شداد على طول غلاز ها شداد لا يعصون الله ويفعلون ماء ومن هنا الملائكة معصوم فلا يفعلون سحر ولكن الله أرسلهم لمهمة معينة المهمة دي مولانا أن يعلموا الناس الفرق بين السحر والمعجزة فمن ذاق السم عرف طعمه من ذاق السم عرف طعمه في بعض المفسرين ذكروا إسرائيليات وهذا الكلام كله كلام خطأ نحن نقوله حتى يعني يحكي بعض أصحاب القصص والحكايات وإحنا الحمد لله نحب الحكايات لكن نريد حكايات حق لا نريد حكايات بطلة هذه الحكايات يقولون إيه أن اثنين من الملائكة قالوا للمولى تبارك وتعالى يا رب لو نحن نحيا في الأرض لا نرتكب زنوب فقال لهم المولى ابن آدم يرتكب زنوب لأنه غير معصوم وهو مخلوق أرضي فما كان من الملكان إلا قالوا يا رب يعني أنا أختصر نفعل التجربة فالله جعلهم في صورة بشر وأنزلهم إلى الأرض فعندما نزل إلى الأرض وجد امرأة أول القصيدة حرام كده فعندما وجد امرأة ارتكب معها الفاحشة والزنان فقال لهم المولى تبارك وتعالى خلاصة الكلام ألم أقل لكما سترصبان في الاختبار اختار إما أن تعزبان في الدنيا وإما أن تعزبان فين في الآخرة فاختار أن يعزبا في الدنيا فالله تبارك وتعالى قيت هما بين جبلين يعزبان إلى وقتنا هذا بين جبلين في بابل بابل في العراق ومن هنا سميت بابل من شدة إيه صوتهما في الألم والعذاب هذا الكلام الذي ذكرته من أوله إلى آخره كذب هذا الكلام كذب أم الإيمة فادي الكلام تعالوا كده نفتح المصحف مع بعض ونحن نقرأ في الآية واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان سليمان نبي معصوم ولكن الشياطين كفروا ليه يعلمون الناس السحر ويدعون أنه معجزة وما أنزل على الملكين ببابل بابل منطقة بابل منطقة بابل بابل في العراق هاروت ملك وماروت ملك وما يعلمان من أحد حتى يقول من اللي يقول هاروت وماروت الملائكة إنما نحن فتنة اختبار كي تفرق بين السحر وبين المعجزة فلا تكفر فلا ترتكن إلى السحر وتترك الهدف من السحر فلا تعمل السحر وتأذي الناس الهدف من تعليمك السحر أن تفرق بين المعجزة والإيه؟ والسحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإيه؟ إذن السحر لا يضر هو وإنما الضر بيد الله الضر بقدرة مين؟ أم للسحر السحر سبب السحر إيه شباب؟ سبب سبب ومسببات ومن هنا ومن هنا هه شوف بص إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ إذن أيها الساحر أيها الكذاب يا من تدعي النبوة كذب اعلم أن ما فعلته في الدنيا لن تستفيد به بشئ فالكل بقدرة الله فحياتك في الدنيا ضنك ومن يعش عن ذكر الله نقيد له شيطاناً فهو له إيه؟ قرين وحياتك في الآخرة جهنم وبئس المصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سحر الساحرين وحسد الحاسدين وأن يجعلنا من المحميين آمين آمين وصلي الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أيضاً اشتركوا في القناة